بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حياكم الله إخواني الكرام في لقاء مع الدكتور طارق سويدان في حديث حول مهارات القيادة الحديثة نرحب بالدكتور طارق سويدان حياك الله دكتور أهلا يا أحمد حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام وسعيد بالتواصل الحي معكم هذه المرة الله يحليك يا رب حقيقة دكتور المئات أو الآلاف يكاد يعني الآن يشاهدون عبر بث حي لمتابعة هذا اللقاء لأنه يتعلق في دورة تتكلم عن مهارات القيادة الحديثة التي ستكون في شهر ديسمبر المقبل بإذن الله عز وجل بداية بس يعني نفس ما رح نذكر السيفي كامل لأنه ما شاء الله الدكتور غني عن التعريف ولكن سنذكر بعض النقاط من سيفي الدكتور هو مدير عام قناة الرسالة منذ عام 2004 إلى 2013 ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإبداع أيضا هو رئيس مركز الرواد للتدريب القيادي للشباب منذ عام 2002 ومدير أكاديمية الإبداع الأمريكية منذ عام 1997 إلى عام 2001 ومؤلف أكثر من 72 كتابا في الإدارة والقيادة والتخطيط والإبداع والفكر والشريعة والتاريخ وغيرها ومؤلف أكثر من 80 قياسا وتمرينا للمهارات الإدارية والقيادية والإبداع والتغيير والقوة والنفوذ وغيرها ما شاء الله والسيفية طول دكتور أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك للأمة الإسلامية يا رب آمين يا رب دكتور بداية إذا أردنا أن نتحدث عن إسهامك في مجال التدريب والقيادة فهو مجال كبير فهل تحدثنا بدقائق عن إسهاماتك؟ نعم تأملت في أزمات الأمة فوجدت الأزمات الرئيسية خمسة وقبل ما أقولها سأتمنى من الجمهور الكريم أن يكون معهم أوراق لأنه سأعطيهم حجم كبير من العلم المتخصص بالقيادة فالأخوة أنا أعرف أنهم عاملين هذا اللقاء من أجل تسويق للدورة لكن أنا هدفي ليس هذا هدفي أن تستفيدوا أنتم إن شاء الله أكبر استقرار صحيح فخمسة أزمات رئيسية في الأمة هي أزمة السلوك بكافة الأشكال وأزمة التخلف تراجع عن المعايير العالمية الإدارة والتعليم وغيرها صحيح وأزمة الفاعلية وعدم الإنتاج وعدم الإنتاج وهذه الأزمات رغم أنها كلها أزمات مهمة جدا إلا أنها في الحقيقة هي نتاج لأزمتي الفكر والقيادة فلما وصلت بالتحليل إلى هذه النتيجة قررت أني أفرغ باقي خياتي للفكر والقيادة وبدأت أشتغل في هذين الأمرين بأشكال مختلفة ووجدت أن هناك إسهامات جيدة في قضية الفكر العلماء الكبار والسابقين والحاليين يعني في القرن العشرين والواحد وعشرين ما شاء الله أعطاء متواصل في هذه المسألة لكن لما وصلنا إلى قضية القيادة وإذ أزمة خانقة فالعلم نفسه غير موجود كعلم والتدريب القيادي غير فعال ولا يوجد تدريب قيادي للمدارس والمعلمين إلى آخر فقررت أن هذه الأزمة أني أحاول أن أكون لي مساهمة ولو بسيطة فيها والمساهمة تمت بعدة أشكال الشكل الأول هو الجانب العلمي من الموضوع فألفت حتى الآن خمس كتب في موضوع القيادة ثلاثة أثنين منها نزل وثلاثة ستنزل قريبا إن شاء الله وغطيت فيها معظم قضايا القيادة ثم طرحت بعض إطروحاتي الشخصية في نماذج القيادة ما هي النماذج التي من خلالها ندرس عن القيادة سأشرحها بالتفصيل في الدورة لكن هنا نتكلم عن كيف نكتشف القادة كيف نربي القادة كيف ندرب القادة كيف ندرب قادة تخصصيين كيف نوجد البيئة المحيطة بالقيادة فهذه إسهمات مني شاركت فيها في بعض المؤتمرات العالمية ويعني بفضل الله تعالى أولا وأخيرا حصلت على تقييمات أعلى من تقييمات عميد أمايتي لتنافس هارلولد وإستاذ القيادة في أوكسفورد وغيرها فهذا الجانب العلمي من ناحية النظرية من ناحية العملية يعني كان لعدد كبير جدا من التمارين والمقاييس التي تدرس وتدرب وتقييس مستواك في القيادة وماذا ينقصك كثير منها سنغطي إن شاء الله في خلال الدورة لكن هنا نتكلم عن تمريمة المهاراتك القيادية موهبتك القيادية نتكلم هنا عن بعض التأسيس في علم القيادة نفسه نتكلم عن التعاريف نتكلم عن الأنماط القيادية الصفات الخصائص العلامات التي تشير إلى كثير من هذا الجانب ثم جئت لجانب العملي وهو الممارسة فأنا بفضل الله يعني الكبار دربت أكثر من سبعين ألف وعشانا والشباب أكاديمية أعداد القادة نعقدها سنويا وهي قد للعلم يعني لما الشباب المهتمين نحن التسجيل بدأ وبدأنا قبلنا مجموعة من الناس والعدد رسي يكون حوالي مئة فقط هذه السنة فالشد حيث معنا شباب من عشرين إلى سبع وعشرين سنة أيضا طبعا عندنا مركز الرواد لإعداد القادة مركز مرتقة جزيرة السادة أبوثينة مركز التدريب القيادي للفتيار ثم المستويات المختلفة النجوم المستقبل وغيرهم إلا هو لإعداد القادة والسادة أبوثينة طورت المسألة أكثر فصوت ثلاث حضانات لإعداد القادة وأيضا هذه مسألة مهمة منها على وشق إن شاء الله قريبا تعلن عن فتح الفروع يعني ستفتح نظام للفروع لحضانات إعداد القادة حيث أفضل سن لإعداد القادة علميا وعمليا هو من اثنين إلى ست سنوات ما شاء الله فحاضريا نحن عندنا في الكويت ثلاث حضانات ووحدة عربية وثنتين أجنبية ففي نيان يسل لها فرانشايز وتمل وضع النظام بس ستعلن عنه قريبا بإذن الله تعالى يعني هذه بعض الإسلامات بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله دكتور طارق عندما يذكر اسم دكتور طارق سويدان في أي مكان هو معروف هو كعلم من أعلام في عالم التدريب والقيادة فبالتأكيد الدكتور طارق سويدان له تعريف للقيادة من منظورها الشخصي أو تعريف خاص به فهل تفيد الجمهور بالتعريف هذا؟ يعني أول شيء ربط اسمي بالقيادة هذا ليس عشوائي لما رجعت من أمريكا في عام 1992 وجدت الحال العربي في قضايا التدريب بالضعف الذي تعرفوه لأن تحسنت الأمور بفضل إلا كثيرا فقلت والله إلا أجعل ثلاث مصطلحات على كل لساء فمصطلح القيادة ومصطلح التخطيط ومصطلح الإبداع في هذه الوقت ما كانت على كل لساء اليوم بفضل الله صارت على كل لساء الآن عندي هم أني أجعل مصطلحين على كل لساء مصطلح التغيير ومصطلح الحضارة وأنا أشغل من فترة على هذا فإذن هو ليس ربط عشوائي هو ربط مقصود صحيح وكذلك ربطي بالإبداع يعني أظن واضح هذه المسألة طبعا تعريف هي أساس كل شيء وذلك هنا في الدورة سنتحدث عن التعاريف بتفصيل سأدخل معهم بتعريف عشر تعاريف وليس تعريف واحد لكن واحد طبعا من أهم التعاريف هو تعريف القيادة فتعريفي شخصي للقيادة بعدما درست أكثر من مئتين تعريف للقيادة فلم تعجبني لأنه ما هي دقيقة فتعريفي هي أن القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف ففيها أربعة أشياء فيها القدرة ونفصل فيها بعدين أن هذه هي فطرية ولا مكتسبة طيب إذا مكتسبة هل كل واحد يستطيع اكتسبها ما هو أفضل طريقة لاكتسابها منهجها إلى آخر والتحريك وهنا نتحدث عن أدوات القائد في تحريك الناس ثم نتحدث عن من هم الناس الذين يحركهم القائد طبعا بالتأكيد لن يتبع كل الناس القائد فمن هم الذين سيتبع القائد وكيف يتعامل معهم كيف يحركهم وطبعا نتكلم بشكل عميق عن قضية الهدف فإذا تعريف القيادة أحفظوه القدرة على تحريك الناس نحو الهدف صحيح ما شاء الله خبرة أكثر من ثلاثين سنة في مجال القيادة أنا أول دورة قدمتها في القيادة كانت 1986 1986 ما شاء الله دكتور أنا سمعت أن في مفهوم للقيادة جديد سوف يطرح في الدور هو القيادة الأخلاقية فهل ممكن تشرح لنا هو الحق ليس جديدا بمعنى جديد لأن موضوع القيادة الأخلاقية كعلم تم دراسته بعمق في الغرب وأنا اللي أبحث مع السيد يوسف غابون في هذا الموضوع وعندنا موقع اسمه ethical leadership للأسف حاليا هو بالانجليزي لكن سنعمل بالعرب وعندنا كتاب موجود بالعربي انجليزي هو في يدي بس يحتاج أنها راجعة وبعده إنسان يعني إن شاء الله ينزل السوق وعندنا اختبارات في القيادة الأخلاقية شوف لما تعرف أي شيء فيه كلمتين لازم تعرف الكلمتين صحيح فلما نقول اقتصاد إسلامي فلازم نعرف الاقتصاد نعرف الاقتصاد ونعرف ماذا نقصد بالإسلامي لما نقول قيادة أخلاقية لازم نعرف القيادة وقد عرفناها ولازم نعرف أخلاق فما هو تعريف الأخلاق باختصاد الأخلاق هي قيم معظم الناس هذا هو التعريف العلمي للأخلاق قيم معظم الناس في مجتمع ولذاك فيه فرق رئيسي بين القيم والأخلاق الأخلاق هي للمجتمع القيم هي للفرد فعندما نتكلم عن قيادة أخلاقية نتمنى أن هذا الأمر لا يكون خاص بأفراد بعضهم قادة أخلاقيين وأننا نتمنى أن يكون الجميع قادة أخلاقيين فالقائد الفرد نسميه قائد قيمي والمجتمع نسميه قيادة أخلاقية فتعريف الأخلاق باختصار إنها مجموعة القيم للمجتمع ما هو تعريف القيم اللي هي المعايير السليمة التي تحكم السلوك فأنت تتبنى معايير تحكم سلوكك لو لا هذه المعايير كان فيه أشياء كثيرة أنت حاليا تمتنع عنها ممكن تعملها لسبب قيمك إذن هناك قيم تحكم الإنسان تتحكم في سلوكه السلوك هنا نتكلم عن لما نقول سلوك نقصد الأقوال والأفعال باختصار يعني بدون فلسفات السلوك هو الأقوال والأفعال فإذن ما هي الأخلاق هي مجموعة القيم ما هي القيم هي المبادئ أو المعايير التي تحكم سلوك الإنسان هذه المعايير والمبادئ تختلف من بلد إلى بلد من مجتمع إلى مجتمع بل حتى داخل المجتمع الواحد فمثلا الإنسان الملتزم بالدين يعتبر أن الشرع هو الحكم الرئيسي بينما هناك قادة أخلاقيين صحاب قيم وليس لهم دين هؤلاء عقولهم هدتهم إلى شيء مثل هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى قبل أن يأتي الإسلام نفسه كان قائد قيمي صحاب يمتنع عن حتى الخمر كان يمتنع عنها ويعني في قصص كثيرة في هذه المسألة القصد أنه إذن لما نقول قيادة أخلاقية فنقصد بها تحريك الناس القدرة على تحريك الناس نحو الهدف وفق المعايير السليمة التي تحكم السلوك صحيح قائد ملهم وقائد فعال وقائد غير فعال هل ممكن أن نعرف ونركز على القائد الملهم شنو يقصد بالقائد الملهم طبعا هناك نظريات نسميها للقيادة وفي القيادة الملهمة في القيادة المبدئية التي ترتكز على مبادئ في القيادة التحويلية طبعا شيء كثير منها سأغطيها إن شاء الله في الدورة بإذن الله سنغطي أهم من نظريات القيادة سأغطي حوالي 15 نوع من النظريات القيادية طبعا من الصعب أن ندخل في تفصيل كل نوع من هذه الأنواع لكن هل القائد الملهم هو اللي عنده الكرزمة العالية الجاذبية غير العادية وعادة بعض الناس يفكر أنه لازم يكون طويل وعريض ما لا علاقة يعني أحمد ياسين رحمه الله تعالى كان قائد ملهم وأنا بفضل التقيت مع عدة مرات الرجل صالح وكريم وصاحب عقلك عظيم ولا يتحرك منه إلا رأسه فهو يعني كحجم وحركة وكذا يعني قد بعض الناس يستصغروه لكنه رجل غير أمة بكاملها فهنا الإلهام لا يتعلق بالكريزمة لا يتعلق حتى بالجسد وبيتر دركر واحد من أكبر علماء الإدارة في القرن العشرين يعتبر أكبرهم يقول درست القيادة لأكثر من خمسين سنة ولكل أنواع القادة الشيء الوحيد الذي لم أجد له الحاجة هو الكريزمة طيب فإذا نفكر بالإلهام القائد الملهم أنه هو الكريزمة صعب الكريزمة لا هذا طبعا مفهوم علمي خطأ لكن الحقيقة الإلهام هنا هو القائد الذي يستطيع أن يلهم مبادئ يلهم عقيدة يلهم قضية إيش يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع أصحابه استطاع أن يغرز فيهم مبدأ وفكرة وقضية لما أشيع في يوم أحد أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل ومر سيدنا أنس بن النظر على اثنين من أكبر عظماء الإسلام مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن معاد رضي الله عنه وإذا هما جاء لسيد قال ما لكما قال مات رسول الله فقال فموتى على ما مات عليه ففورا طبعا هو في شيء داخلهم لكن حركه طيب يمكن غيرهم يحتاج تحريك طويل هم ما يحتاجون لأن المبدأ عندهم هو كان عند هذا المبدأ وهذا الإلهام الذي حركه فحرك به آخرين إلى درجة يقول سعد بن معاد يروي هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله يا رسول الله ما استطعت أن أعمل ما يعمل فإذا هنا الإلهام بعض الناس للأسف اليوم يعني كثير من المدربين يعني يتعامل بما أسمي أنا شعوذات فخلك إيجابي خلك ضموم ما في شيء اسمه مستحيل هذا كلام كله فاضي هذا ليس له أثر الأثر الحقيقي الذي يغير ويبقى هو أن يؤمن الإنسان بفكرة أن يعمل من أجل قضية أن يعمل من أجل عقيدة هذا الإلهام الحقيقي الذي يبقى فإذا لما نقول قائد ملهم لازم نصلح كل هذا شيلوا من راسكم الكارزمة شيلوا من راسكم طويل عريض خلينا نشيل أيضا من راسنا أنه يلهم بالكلام الفعال الخطابة العالية هذه كلها لا تدوم الإلهام الحقيقي هو الذي يدوم على طارق الإلهام الحقيقي أنا حضرت لك دورة في جمعية المعلمين قلت شغلة ما أنساها طول عمري قلت أن القائد الملهم والقائد الفعال مو شرط أن يكون عنده خبرة خمسين سنة في مجاله القائد الإلهام يطلع منه من ذاته فأنا ذكرت هذا الكلام سبحان الله حبيت أعاقب عليه إذا آمن بالفكرة ستخرج عنده خبرة خمسين سنة لكن ما عنده قضية أو فكرة يؤمن هذا الشخص يعمل من أجل المال صحيح حتى أذكر أنك ذكرت أن الكارزمة مو مهمة بكثر ما مهم الإيمان بالفكرة إيمان بالفكرة صحيح دكتور طارق أنزين فيه ناس قاعد تسأل أن هل البيئة والمحيط تأثير على القائد على شخصية القائد يعني يشوف فيه قيادة فطرية وفيه قيادة مكتسبة صحيح قيادة الفطرية لا تؤثر فيها البيئة الفطرية الفطرية لا تؤثر فيها البيئة كذلك القيادة المنطلقة من مبادئ لا تؤثر فيها البيئة حتى لو كانت مكتسبة حتى لو مكتسبة إذا كان الإنسان منطلق من عقيدة من مبدأ من فكرة يعني خذ مثال شخص عنده إيمان بالإسلام كفكرة لتغيير البشرية ولبناء حضارة إنسانية حقيقية هذا الإنسان يعمل في البلاد العربية وينشر هذه الفكرة بين الناس ويقود الناس في هذا انتقل هذا إلى بلد غربي منحرف تماما هل الآن هذه البيئة المحيطة به ستغيرها لا مبروض هو يغيرها يعني إذا فعلا فعلا مؤمن فإذا كانت الفطرية تماما ليس لها تأثير تأثيرها محدود وإذا كانت منطلقة من مبادئ وقيم فأثر البيئة محدود لكن هذين الصنفين كوني قلت هذا هذين الصنفين هما الأقل يعني قريب من واحد إلى اثنين بالمية فقط معظم الناس يتأثر بالبيئة اللي حولهم نحن ليسنا من أصحاب التنظير كذا لا لا في واقع معظم الناس حتى لما يتعلم القيادة حتى لما يقرر القرارات الشخصية يتأثر بالبيئة التي حولها صحيح ولذلك جزء رئيسي من دورتنا في جزء نسميه البيئة المحفزة للقيادة هناك بيئة تحفز الناس نحو القيادة هناك بيئات تقتل القيادة بيئة الحرية تشجع على تحفيز القيادة بيئة مثل الإبداع بيئة مثل بيئة قيم بيئة التوازن بيئة تشجع على الفضول والسؤال والحوار الأب اللي يدير بيته بطريقة عسكرية والكل يخشى أن يتكلم هذا لا يصنع قادة هذا يصنع أتباعا صحيح فإذن لا شكلها أثر لكن أثرها على من على أصحاب الاكتساب أكثر والذين القيم والمبادئ عندهم محدودة يصبح الأثر كبير لكن كلما زادت مسألة القيم وكلما زادت الفطرية في القيادة كلما قل أثر البيئة صحيح دكتور قبل أن ننتقل إلى أسئلة الجمهور لأن أسئلة الجمهور كثيرة جدا حبينا ننوح أن جميع المتابعين يشتركون في مدونة ماتل Gulf Innovation www.gulfinnovation.com وحبينا أيضا ننوح أن نحن نقوم بإستبيان وفي تقريبا وصل ما هي طبيعة المنظمة التي تعمل بها وما هو طبيعة المنصب الذي تشغله في منظمتك شركتك مؤسستك إلى آخره المشاركين إلى الآن بالإستبيان تقريبا قريبا 540 شخص 309 في قطاع خاص 151 شخص في القطاع العام 78 في أعمال حرة وطبعا يصنفون بين 90 شخص مؤسس 29 شخص مساهم 47 مدير عام 94 مدير قسم 52 مدير فرق 226 موظف فيعني التوتل ما شاء الله يعني قريبا 540 شخص الله يبارك فيهم وفيكم آمين يا رب في عندنا شخص من الجزائر يسأل دكتور طارق يقول لو خيرت بين كل مهارات القيادة ما هي أهم مهارة والتي لا غنى لأي قائد عنها والتي بدونها لا يمكن للقائد أن يقود تعملت في هذا السؤال سابقا لأنه ما يمكن واحد يدخل في أعماق القيادة وما يفكر في هذا السؤال مهارات القيادة كثيرة جدا وأول شيء في مهارات وفي صفات وسنميز بينها إن شاء الله في الدورة لكن المهارات نتكلم التي أشير لها حوالي 57 مهارة مختلفة منها 10 مهارات رئيسية والصفات التي ذكرت في كتب العلم حوالي 225 صفة للقائد فالحديث سؤال عن مهارة وذلك أنا أميز هذا التميز تعريف المهارة هي ماذا تحسن وتتقن أعلى من أقرانك هذا هو تعريف للمهارة ما هي الأمور التي تحسنها أو تتقنها أعلى من أقرانك أنا لنقارن شاب عمره 15 سنة بوزير سوقارن بالشباب اللي في عمره كم يتفوق عنهم في أي مجال وبشرط أنه يحسنها يتقنها وليس فقط يعرفها فهنا طبعا الجواب طويل حقيقة لكن الجواب السريع على هذا لو خيرت طبعا سأختار واحدة بلا شك أنها أعلى قدرات القيادة أو مهارات القيادة على الإطلاق وهي المهارة التحليل تحليل التحليل القدرة على التحليل والتحليل ثلاثة أنواع تحليل للأشخاص كيف نحلل الشخص وتحليل للمنظمات كيف نحلل شركة وزارة منظمة جمعية إلى آخر وتحليل المواقف إذا أتقن القائد التحليل بأنواع ثلاثة يستطيع لأنني أنا طبعا أنت الآن أحللتك أنا خلاص نزين أنا ماحتاج أكثر من نص ساعة عشان أحلل بشرط أن يتكلم فأنا الآن أعرف أحمد هو من أي صنف صحيح تحت يديرهم ما هي الأعمال التي تناسبها الأعمال التي لا تناسبها إذن أنا أقدر أحرك أحرك أحمد لأنني استطعت أن أحلل فهنا ما هي القيادة القدرة على تحريك الناس وعشان أحرك الناس صح لازم أحللهم صح طبعا نفس الشيء في تحليل المنظمات ونفس الشيء في تحليل المواقف فهذا كلها طبعا من القضايا بعضها سأتطرق لها في الدورة بعضها لأنها تطرق لأنها طويل لكن وحدة من الأشياء الرئيسية اللي راح أطلق لها في الدورة إن شاء الله هي تحليل الأشخاص كيف نحلل الأشخاص وسنجعل كل شخص يحلل نفسه لكن الأهم من هذا أن يتعرف على كيفية تحليل أي إنسان وأنا سأعلمهم في خلال الدورة كيف يحللوا أي شخص طبعا هنا تحليل ما هو تحليل نفسي لأن هذا ليس مجالي وإنما هنا تحليل قيادي من ناحية القيادة كيف نقود هذا الإنسان أو كيف هو يقود الآخر الذي يحضر معايا الدورة سيتعلم هذا سيتعلم كيف يحلل نفسه لكن الأهم سيتعلم كيف يحلل الآخرين وسأجعلهم يحللوا الآخرين يعني هي ليست فقط مهارات في تمارين مصاحبة طبعا بس هذا واحدة من أهم المهارين من أهم المهارات الشخصية والمهارات والتمارين لتحليل الآخرين أنية سؤال الأخ من الجزائر سؤال مهم جدا ما هي أهم المهارات القيادية قدرة على التحليل وذلك إذا في شخص سيدرب تدريب حميق على القيادة لابد أن يدرب تدريب عميق على التحليل صحيح أنا أوفقك الرأي بكل كلمة قلت على هذا السؤال ولكن أنا مرة قرأت أن في عالم اسم زيغلر قال أن المهارة التي لن أستغن أو يعني لما أحب لو فقدت كل ملكات وهذه المهارة بقيت لي فهي مهارة الإلقاء فهي مهارة الإلقاء طبعا زيغلر ليس له علاقة بالقيادة بالتدريب فقط أي فزيغلر يعني في هذه المسألة أنا ما أذكر أني قرأت أي بحث للقيادة لزيغلر زيغلر ليس من أسماء القيادة فهو يتكلم في مجاله مجال التحفيز ويعني مجال الجانب النفسي جانب يعني تحريك الجماهير نحن نتكلم بعلم هذا هو ما شاء الله عليه فهي مهارة ممتازة جدا تصلح لتحريك الجماهير لكن ليس لقيادة الجماهير هذا الكني مسألك شنو مهارة الإلقاء شنو أهميتها مهارة الإلقاء هي واحدة من الأدوات التي يستعملها القائد لتحريك الجماهير لكن هي ليست أهم مهارة نعم تمام في عندنا أيضا سؤال من عمان من الأردن الأخ يقول هل جملة كل قائد مدير لكن ليس كل مدير قائد صحيحة؟ لا طبعا ما هي صحيحة اتقاطة خاطئة أي طبعا وهذه من الكلمات المشهورة على ألسن كثير من الناس وليس لها أساس وليس لها أي علم خلينا نجاوبها بطريقة علمية خلينا نتخيل أنه عندنا مستوى اسم إدارة في الأسفل وعندنا مستوى اسم قيادة في الأعلى طبعا هذا الأسفل وأعلى علميا صحيحة لأن القائد هو الذي يدير الإدارة هو الذي يحرك الإدارة وليس العكس وإن كان علم القيادة كله هو تحت علم الإدارة في فرق بين المدير وبين علم الإدارة هذا موضوع ثاني على كل هذا إذا تخيلنا أن هناك مدير أو مستوى إدارة وهناك مستوى قيادة وبينهما آلاف المستويات آلاف طيب كلما صعدنا إلى الأعلى ماذا سيحدث؟ ستزداد نسبة القيادة كلما نزلنا ستزداد نسبة الإدارة إذن كل شخص عنده نسبة من القيادة ونسبة من الإدارة تزداد هذه النسبة في العادة كلما صعدنا في المناصب الوزير مفروض جرعة القيادة عنده عالية وجرعة الإدارة عنده قليلة لكن للأسف خاصة بالعالم العربي لا يمارسوا هذا تلقى وزير قاعد يدخل في كل التفاصيل الإدارية ما يفهم في القيادة واضح إذن الجملة الصحيحة أن كل إنسان فيه جرعة أو نسبة من الإدارة ونسبة من القيادة وفي العادة ليس دائما في العادة تزداد هذه النسبة القيادية كلما صعدنا إلى الأعلى وتزداد النسبة الإدارية كلما نزلنا تحت فرئيس القسم معظم شغل إدارة لكن عنده نسبة من القيادة والوزير عنده نسبة من الإدارة قليلة لكن نسبة القيادة مفروض عالية وذالي بالتالي نرجع للجملة هل كل قائد مدير؟ لا طبعا هل كل مدير قائد؟ لا طبعا وإنما كل واحد هو قائد ومدير في نفس الوقت فما بس للعلم يعني أنا لا أعرف أحدا في التاريخ أو في الواقع هو فقط قيادة 100% لا توجد قيادة 100% وإذا ارتفعنا فوق مستوى الموظفين إلى مستوى رئيس القسم أنا لا أعرف رئيس قسم أو أعلى من ذلك هو 100% إدارة لا أعلم لازم يكون عنده نسبة قيادة فكل شخص عنده هذه النسب المختلفة فالجملة خاطئة من أساسها صحيح أيضا يوجد أخت من الـ Cheek تسأل ما هي أهم المراجع الحديثة في علم القيادة يعني هو طبعا مئات المراجع لكن إذا سأختار سأختار مجموعة من الكتب ممكن تكتبوها بسرعة إذا حبيته بالتأكيد سأختار كتاب مثل القيادة تحدي اللي هو بالانجليزي The Leadership Challenge تأليف causes and postner causes and postner علمان من علماء القيادة بحث علم القيادة بأعماقه 27 سنة وأخذوا عينة طبقوا عليها هذا البحث العينة تجاوزت مليون ونصر ونشرت نتائج هذا البحث في كتابهم The Leadership Challenge وتم ترجمتها باللغة العربية ترجمة سيئة لكن هذا موجود باسم القيادة تحدي بالتنوين المكسور هذا البحث يعتبر البنشمارك هو المرجع الذي يقاس به كل أبحاث القيادة فإذا حبينا نتأكد أنه في دقة في البحث نقارن بهذا فهذا بالتأكيد أحد الأبحاث الرئيسية أو الكتب الرئيسية أعتقد أنه بالتأكيد سأختار كتاب لوارين بنز بنز إذا في شخص سأعتبره هو أكبر عالم في القيادة في القيادة العلمية المعاصرة فهو وارين بنز ب-e-n-n-i-s فأي كتاب لبنز يقرأه عنده كتاب On Becoming a Leader ما أعرف إذا مترجم أو لا بس بالتأكيد سأعتبره هذا وأي كتاب لبنز كتاب ستيفن كوفي اللي كتب العادات السبع لأكثر للناس فعالية كتب كتاب آخر اللي هو القيادة المرتبطة أو كذب بالعرب ما أعرف شمي ترجمتها المرتبطة على مبادئ بالإنجليزي Principal Centered Leadership سامحوني أنا ما أقرأ بالعربي أقرأ بالإنجليزي هذه الأبحاث فأظن تم ترجمت القيادة المتمحورة حول المبادئ أو شيء مثل هذا فبالتأكيد كتاب جميل لأنه يتكلم عن ربط القيادة بالمبادئ وهذه مسألة مهمة ممكن تعيد اسمه بس ستيفن كوفي سي أو بي إي واي سي أو بي إي واي أعتقد كتاب أعتقد كتاب بلانك وارين بلانك اللي هو The 99 Natural Laws of Leadership حسب يقيني إنه مش مترجم اللي هو يتكلم عن قوانين القيادة العفو اسمه مش 99 أسف اسمه The 9 The 9 Natural Laws of Leadership القوانين التسعة الطبيعية للقيادة أعتقد إنه مهم جدا راح أغطي أيضا في الدورة إن شاء الله معظم هذه الأشياء راح أغطيها في الدورة وفيها كثير نزيل نكتور بس نخرج إلى فاصل ونواصل الله يحجي فاصل دقائق ونعود لكم إن شاء الله أهلا وسهلا بكم مجددا متابعين من كل مكان عودة إلى الدكتور طارق سويدان راح فيه مرة أخر لكثير طارق سويدان في لقاء حي ومباشر عبر الإنترنت نعود إلى أسئلة الجمهور لدينا أخ من ليبيا من بنغازي يسأل ما هي الصفات الرئيسية التي يمكن تعلمها بطريقة سهلة في فن القيادة أنا بصراح لم يعجبني السؤال لأن السؤال يقول صفات الرئيسية هو يبي صفات رئيسية ويبي يتعلمها بسهولة هذا الذي لم يعجبني في السؤال لأن إذا صفات رئيسية لا يمكن تعلمها بسهولة وإذا كانت سؤال الصفات غير رئيسية هو لا يريدها ولا يحتاجها فهنا طيب أستطيع أن أشير إلى بعض الصفات التي من المهم جدا أن يتحلى بها القائد بل هي من علامات القيادة وهي ليست سهلة في تعلمها إذا ما كانت موجودة لكن بعض الناس عندهم فطرية ولذلك أنا أعرف كيف ما هي العلامات التي رأيتها حتى في طفل أقول لك هذا فرصة للقيادة أعلى من غيرها وهذه الصفات سأشير لبعضها سأفصلها في الدورة إن شاء الله فهنا سأتحدث عن هذه كلما كان الإنسان أقرب لهذه الصفات الفطرية أو كلما كان الأبوين بالذات رب أولادهم على هذه الصفات كلما كانت الفرصة للقيادة أعلى طبعا أول وحدة هي مرة أخرى القدرة على التحليل وهي قابلة للتدريب يعني أنا أعرف دربك كيف تتحلل سواء تحليل أفراد أو منظمات أو مواقف بل حتى ما نسميه التفكير التحليلي فهذا نستطيع أن ندرب عليه فإذا ما كانت موجودة نستطيع أن ندرب عليها لها تمارينها الخاصة لها طروبها الخاصة اللي يعني ممكن واحد لو كان عندي وقت شرحت بتفصيل أكثر صفة أخرى رئيسية عليها إجماع وهي الشجاعة الشجاعة فأعتقد أن صفة الشجاعة هذه ممكن أيضا ندرب عليها لكن تدريب عليها الكبار صعب تدريب الصغار أسهل لذلك كل ما بدأنا بسنة مبكرة أفضل كما أشرت في البداية الألم فالصغر نعم فهذه يعني مهارة رئيسية أو صفة رئيسية نستطيع أن ندرب عليها تدريبا أمر آخر وهي مسألة جدرية ورئيسية وهي وجود رؤية ملهمة مرشدة أنا استعمت أكثر من مصطرح لأن في بعض العلماء يسميها ملهمة بعض المصطرحة لا يسميها مرشدة فوجود رؤية ملهمة مرشدة طبعا لما نقول رؤية معناها نتكلم عن أهداف طويلة المدى بعيدة وتكون بلورة بحيث تكون واضحة قابلة للقياس فكثير من الناس عندك كان عم عام أريد أن ننهض بالأمة أريد أن أكون غني أريد أن أكون مشهور هذه رؤية لكن هي غير واضحة نحن نتكلم عن رؤية واضحة محددة ونستطيع أن ندرب الناس عليها تدريبا فهذه من الأشياء التي أعتقد أنها صفة رئيسية أعتقد أنها صفة رئيسية جدا وهي صفة الطموح الطموح العالي يعني أحنا عندنا أكاديمية إعداد القادة التي ذكرتها نعملها سنويا في تركيا من عشرين إلى سبعة وعشرين ثمانية العفو من عشرين سوعة وعشرين سنة السنة القادمة تكون في شهر ثمانية من ثلاثة عشر ثمانية إلى واحد وثلاثين ثمانية بإذن الله سنة الجاية سنة القادمة عام 2016 فأذكر أنا طبعا أنا في الأكاديمية أدربهم على كل مهارات القيادة بتفصيل لأن عندي واحد عشرين يوم صباحا ومساء ففرصتي كبيرة للتدريب على مستوى عالي جدا فوحدة من التدريبات الرئيسية هي أني أدربهم كيف يضعوا رؤية لحياتهم بعدين أجلس معهم واحد واحد أراجعها فأكثر من واحد لما طبعا أعلمهم كيف يكتبوها أرفضها إيش هذا أنت شهاب هذا طموحك يصير عند محل طموحك في الحياة شركة صغيرة إنها لاحظة شوي صغير إذا هذا طموحك من تصغير كما له طموحك من تكبر فكلما كان الطموح عالي ومنطقي في نفس الوقت كلما كانت فرصة القيادة أعلى فهذه قضية أيضا نستطيع أن ندرب عليها تدريبا التوازن في الحياة بين الروح والعقل والعاطفة والجسد لا شك أن يصنع فرصة لقيادة ذات مبادئ وقيم وهي ليست شرط للقيادة لكنها شرط للقيادة الأخلاقية أو القيمية فهذه من المسائل التي صفة أعتقد أنها مهم جدا جدا أن ندرب عليها واحدة من أهم الصفات التي يجب أن ندرب عليها صفة المبادرة المبادرة إنها ما ينتظر أوامر ما ينتظر حد حركة ولذلك من المهم أننا نصنع حوالينا أصحاب المبادرات هذه فهذه أيضا صفة أختم بصفة أخيرة شوية غريبة يمكن كثير من الناس ما يعرفها لكنها نستطيع أن ندرب عليها تدريبا القائد الفعال هو الذي يستطيع أن يتصرف في ظروف الغموض غريبة شوف إذا الأمور كلها واضحة 100% كل واحد يقدر تصرف صح ما في أي مزيئة للقائد لكن لما تكون الأمور ما هي واضحة وخاصة مستقبلها ما هو واضح مثل الأحداث التي جرت في عالمنا العربي الربيع العربي كثير من الناس لما صارت الأحداث أحجم وبعضهم اتخذ مواقف غلط وانهار وفي ناس حملوا راية رغم أن الموقف ما هو واضح مستقبل ما هو واضح هنا يتبين القيادة الفعالة صح هذا ليس كلام علمها أنه القائد الفعال هو الذي يعرف كيف يتصرف في أوقات الغموض وذلك عندما ندرب عن القيادة بتفاصيلها سأدخل في هذه المسألة وأعطيهم بعض المسائل اللي المعلومات غير كاملة ستتطرق لهذا الموضوع في الدورة؟ لا في هذه الدورة لا ما في وقت لها بس في أكاديمية القائدة أتسويها أكاديمية إن شاء الله لكن في هذه الدورة ما في لها سأتطرق لها في دورة قادمة للإبداع في شهر اثنين حول التخطيط فكيف تخطط في أجواء معلوماتها غير كاملة سأفعلها في تلك الدورة إن شاء الله بإذن الله عز وجل يوجد أخ من السعودية من الرياض يسأل للذين ما زالوا طلابا في الجامعة ما هي أفضل الطرق لمعرفة ولتنمية الحس القيادة لديهم؟ سؤال جميل طبعا سؤال جميل أنا طبعا أعشق العمل مع الشباب سأعطيك قضية غريبة جدا أيضا شوية قضايا غريبة لكنها فعالة الدراسات واضحة جدا جدا أن اللي يشترك في اتحادات الطلبة والعمل النقابي حتى لو تأثرت دراسته فرصته للقيادة أكثر أعلى من الذي لا يشترك حتى لو كان درجاته امتياز يعني تشجع الناس على العمل في هذا النقابي لا أنا أشجع الشباب على أن يكون مستوى الدراسي عالي جدا ومشاركته في النشاط الطلابي عالي جدا اللي ما يشارك في الأنشطة الطلابية معناها بشنو مشغول مشغول بالدراسة صح في كتاب جميل اللي كايوساكي قايس كايوساكي اللي كتب الرجل الغني الأب الغني والأب الفقير عندها كتبة ممتازة كثير واحدة من كتبة الأخيرة جدا لم يترجم بعد اسمه لماذا الذين درجاتهم امتياز في النهاية يكونون موظفين عند اللي درجاتهم جيد صحيح صحيح طبعا لا ممكن واحد يكون درجاتهم امتياز وفي نفس الوقت قيادي لكن هذه واحدة من المسائل الرئيسية كلما شاركتم في العمل الطلابي والاتحادات والنقابات واحتكيتوا بهذه الأجواء تفاعل وهذه متوفرة في أجواءه ويسألني عن سن الجامع هذه متوفرة في السن الجامع أكثر من أي سن آخر وأكثر من أي مكان آخر يعني لا في اللي أقل ولا في اللي أكثر من ذلك متوفرة كما هي متوفرة في السن الجامع وذلك إذا في شيء سأدعو له الشباب في الجامعة فهو المشاركة في العمل النقابي واتحادات الطلبة وانتخابات والصراعات بس اعملوها بأخلاق هكذا أعتقد أننا ستتدربوا على القيادة طريقة عملية بالإضافة طبعا للتدريب النظري تمام يوجد أخ أيضا من إيطاليا من بدوة ما شاء الله متابعين من كل مكان دكتور طارق ما هي أهم الأشياء التي يجب للقائد التمسك بها مهما كانت الظروف وما هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد نعم الصفات تكلمنا عنها تكلمنا عنها نعم خلينا نركز على الأشياء التي يجب أن ما يتنازل عنها مهما كانت الظروف طبعا لا يجوز مهما كانت الظروف أن الإنسان يتخلى عن المبادئ والمبادئ دائما تقدم على المصالح خاصة إذا كان إنسان صاحب عقل يعني صحي فهذه مسألة ولذلك احفظوا هذا المبدأ بل هو قانون من القوانين التي أنا أدرسها وسأركز عليه أيضا في خلال دورتنا وهي أن المبادئ تقدم على المصالح فإذا حدث أي تعارض بين المصالح والمبادئ يجب أن لا تتردد تقدم مبادئ أكيد نجب أن تقدم مبادئ طبعا هذه مشكلة على فكرة مشكلة كبيرة جدا 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 عند التجار صحي صعبة جدا أن يتنازل عن مصالح المبادئ ساتي ثنوية ولذلك عندنا خلل في هذه المسألة إلا من رحم الله عز وجل فهذه أعتقد من أهم الأمور التي لا يجوز التنازل عنها أيضا يوجد أخ من ساوث أفريكا من جنوب أفريقيا ما مدى صحة هذه المقولة القائد الفعال يخلق كوادر والقائد الفاشل يخلق أتباع كنين هم غلط الذي يخلق كوادر غلط والذي يخلق أتباع غلط الأتباع هو جزء طبعا من علم القيادة وسأتحدث عنه بتفصيل شوية وهناك علم كامل اسمع علم الأتباع وحاليا نكتب كتاب في هذه المسألة وعند شوية تبحاث حتى قبل الكتاب في هذا الموضوع على كل حال ففيه علم كامل اسمع علم الأتباع فولوورشيب وباختصار هنا نتكلم على أن العادة في العادة أن الأتباع هؤلاء لا قرار لهم بل يتبعهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أحد القادة السيئين وهذا أحد المفاهيم الرئيسية الفرق بين القائد السيئ والقائد النموذجي نحن نسميه وبالتفصيل هذا واحدة من الأشياء راح أتكلم عنها فواحد من القادة السيئين في تاريخنا الإسلامي عيينة بن حصن سيد غطفان فلما ذكر اسمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذاك الأحمق المطاح فتحجب الصحابة قالوا كيف يا رسول الله كيف يكون أحمق وفي نفس الوقت مطاع قال أحمق لكنه إذا أمر تحرك له عشرة آلاف سيف لا يسألونه فيما ولا إلى أين إذن هؤلاء أتباع مئة بالمئة ليس لهم رأي حتى ما يسألون وين رايحين ولا ليش رايحين لا يسألونه فيما لماذا ولا إلى أين ما يسأل هؤلاء أتباع مئة بالمئة هو الأخ يتكلم عن مستوى أعلى من هذا وهو أن نصنع كوادر الكوادر هؤلاء هم أصحاب قدرات أصحاب مواهب أصحاب يعني مشاركات لكن ما زلنا في مرحلة الكوادر وهو عادة كلمة تطلق على القيادات الوسطى كلمة الكوادر تطلق على أصحاب أصحاب قدرات مواهب مهارات ما يكفي هذا حتى هذا لا يكفي قائد الفعال الفعال هو الذي يصنع قادة يحيط نفسه بقادة وليس لا بأتباع ولا بكوادر قادة طبعا هنا القادة أنواع القائد التابع هذا أنواع لكن واحدة من علاماتهم الرئيسية أن لهم رأي خاص فيهم يختلف أحيانا عن رأي القائد شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول عن نفسه في موقف لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على كبير البنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فلما صفوا الناس صفوا الناس الرسول عليه وسلم في أمامهم جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لا تصلي عليه فقدعني يا عمر فوقف أمام القبلة أمام الرسول عليه وسلم قال يا رسول الله ما تصلي عليه فأزاحا فرجع وقف قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق يا رأس المنافقين هذا كيف تصلي عليه فقال دعني يا عمر قال يا رسول الله ما تصلي عليه الله نهاك ان تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمته قال سأستغفر له اكثر من سبعين الله ماذا فعل عمر فقام جر النبي صلى الله عليه وسلم جر من المكان الامامة قال لا يا رسول الله ما تصلي عليه هو يقول عن نفسه يقول فتعجبت من جرأتي على رسول الله هنا في النهاية لما صلى النبي عليه وسلم عمر صلى ما راح اعتزل في النهاية حقها الرأي وقال الرأي بكل قوة بس في النهاية هو ملتزم بهذه الجماعة التي يقودها هذا الامام العظيم فبالنهاية هو ليس بتابع ساقت وليس بكادر من الكوادر اللي عنده مهارات يستفيد منها القائد فعل كذا هو مستوى أعلى من هذا اذا القائد الفعال هو الذي يحيط نفسه بقادة انا كنت اتكلم مع احد كبار المسؤولين فانا كنت اعترض عليه كثيرا يعني فهو مضايق قلت لا اسمع والله هذول اللي حوالك اللي حاضر يا بي سمطة لعمرك وكله تمام والله ما يفيدونك ما يفيدك هذا في النهاية انت تفكر بعقل واحد الذي يفيدك هو الذي يعرضك يناقشك يحاورك يجيب لك الأدلة وبعدين في النهاية سيلتزم معك هذا الذي ينفعك فهنا نتكلم عن مستوى أعلى من الأتباع أعلى من الكوادر نتكلم عن قائد يحيط نفسه بقادة صحيح وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عليه الصلاة والسلام أخ من أوهايو من يونيتد ستيت من الولايات المتحدة الأمريكية يسأل كيف يجمع القائد بين كسب محبة وثقة الناس والتمسك بمبادئه التي قد لا تهروق لأكثر الناس وإن كانت صحيحة السؤال غاية في الرابعة صراحة نحن نقول كيف نكون قادة ونراعي الناس مش نرضي الناس في فرق كبير بين الأمرين صحيح أني أرضي الناس والله يعني لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يمزاني هذا لما نأتي للمبادئ لا يمكن لكن نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون لو تلين قليلا مستعدين يلينوا طيب ولذلك في القرية جاءت قال نعبدوا إلهك يوما تعبدوا إلهنا يوما نعبد إلهك أسبوع تعبد إلهنا حتى وصلوا معا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا يوما فنزل قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدوا ما في مساومات في هذه المسألة طب هو كان يستطيع أن يكسبهم لو لانا قليلا بس ما يجوز أن يلين قليلا في هذه المسألة لكنه نفسه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في الحديث البخاري قال يا عائش كلمنا سيدة عائشة رضي الله عنها يا عائش لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لولا أن قومك الآن أسلموا ما يعرفون عن الدين والإسلام أيام حديث عهد لهدمت الكعبة الله عنك ولا أعدت بناءها على قواعد إبراهيم وشرح كيف أن لها بابين والبابين ملتسقين بالأرض والناس تدخل من باب ويخرجون من الآخر ويدخل فيها حجر إسماعيل لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه هو ذكر حديث عهد لأن قومك حديث عهد بجاهلية إذن هنا في مسألة ليست معنها الكعبة لكنها ليست من المبادئ طيب فتأجيلها مراعاة للناس للناس القائد هو الذي يحرك الناس والقائد الأخلاقي يحرك الناس بأخلاق والقائد المبدئي يحرك الناس نحو المبادئ شوف سيدنا عمر سيدنا أبوكر رضي الله عنه لما صارت الردة وتردد حتى عمر تردد رضي الله عنه قال بما تقاتلهم بمن تقاتلهم قال وقاتلهم وحدي خلا ما في مجال حتى تنفرد سالفتي حتى لو تنقطع رقبتي ما يمكن أن تنازل عن مبادئ هنا دخلنا في أصول الدين نفسها أرادوا أن يرفضوها فهنا والدولة نفسها أرادوا أن ينقضوها على فكرة أبو بكر لم يقاتل أحد فقط جلس في بيته هو قاتل الذين رفعوا السلاح وأرادوا أن ينقضوا الدولة كلها المهم قصة طويلة هذه بس هنا لأتي فلو كان يريد أن يراعي يستطيع أن يراعي بس ما يجوز يراعي في الأصول والمبادئ ولو كان يريد إرضاء الناس كان المفروض لا يقف هذا الموقف الشديد طيب إلى درجة أن كل الجزيرة ارتدت ما عدا ثلاث مدن مكة والمدينة والطائف فإذن نحن نتكلم عن تغييرات جذرية يقودها القائد إذا كان هدف إرضاء الجماهير والله ما يقود يصير فنان صحيح صحيح سؤال صراحة شدني دكتور لازم أسألك يا من بقد أن مقاطع التحفيز القصيرة الفيديوهات والدعوة للتفاعل والترغيب في الإنجاز والقيادة يمكن أن يكون لها أثر كبير وبماذا تنصح من يرغب القيام بها لها أثر لكن ليس كبير مبدأ يمكن أو بسيط لا شوفوا حفظوها الله خليكم هناك تحفيز شكلي وهناك تحفيز في الأعماق ما هو التحفيز الشكلي التحفيز الشكلي هو الذي يخاطب أحد أمرين عندما يخاطب السلوك لا تدخن بر والديك هذا يخاطب السلوك أو يخاطب عواطف خليك إيجابي خليك متحمس هذا كل كلاهما ليس له أثر عميق أثر قصير المدى ما الذي له أثر عميق حفظوها الذي له أثر عميق هو أن نغير القناعات وليس تغيير السلوك أو العواطف تحريك العواطف فهذه الأشرطة وامثالها ليست ضارة لكن أرجو أن يفهم من يقوم بها أو حتى يشاهدها يفهم حقيقة أثرها أنها تخاطب يا السلوك يا العواطف ولحظة هناك برامج ممتازة جدا تتكلم عن تطور الأمم الأخرى ونحن ضعفنا ولا تخلفنا تتكلم عن سلوكنا اللي في الشوارع غلط وسلوكهم الصح وغيرها جميل كله جميل هذا ليش ما تغير الناس فعل أنت خاطبت السلوك أنت خاطبت العواطف أنت لم تدخل في تغيير القناعات وتبنيها على مبادئ عندما تتغير القناعات وتبنى ليس على عواطف تبنى على مبادئ على أفكار عندها يتغير الإنسان بأعماقة لذلك الجواب عليها أنه هو أعملوها لا تتوقفوها يعني هذه بمجموعها ممكن تعمل أثرا لكنها لكنها في النهاية لا تتوقعوا منها أثر كبير دكتور ما شاء الله عليك ترقعت وعين على أشياء وايد مهمة جماعة الدكتور قاعد يقول غيروا قناعات ترى يعني كلام يكتب بما أدهب هو أحد من أهم النظريات في فهم تغيير الإنسان بالذات أن كل سلوك وراء مشاعر وكل مشاعر وراها أفكار فإذا حاول تتغير السلوك تغييرك ضعيف حتى للوالدين على الفكرة صحيح وإنما عندما ندخل في تغيير القناعات نفسها هذا الذي يدوم طبعا هذه فيها تفصيل كبير لو صار لنا وقتنا صحيح نشويها إن شاء الله للأسف الشديد يعني دكتور الوقت يداهمنا جدا آخر سؤال يا جماعة ورح نختم وبعدين لأنه صار جماعة ما ضر وقت عندنا أخ من لبنان يسأل من بيروت كيف نحدد معايير عالمية للقيادة هذا يبيل عشر ساعات لا لا ما يبيل عشر ساعات هذه واحدة من الشأل رح تتكلم عنها في الدورة كلمة معايير كلمة عامة شوية هناك شيء نسميه عدوار وهناك شيء نسميه كفاءات وهناك شيء نسميه صفات وهناك قيم وهناك خصائص وهناك علامات وأولا ما قاعد يتكلم عن معايير ماذا يقصد من بين كل هذه لأن كثير من الناس عندها خلطة وهذه واحدة من الشأل رح أفصل فيها يعني خذ واحدة من الشأل رح أفصل فيها بتفصيل كبير إن شاء الله في الدورة أنا أعطيتك تكلمنا شوي عن القيادة والإدارة طيب حقيقة حقيقة الفرق بين القيادة والإدارة أن القائد يركز على ثمانية أشياء هذه الثمانية اللي يركز عليها هو وهي شغالين في عالم اسم عالم القيادة أي شيء آخر يا أحمد ولا المشاهدين أي شيء آخر غير الثمانية تعملوا أي شيء فأنتم شغالين في الإدارة إدارة هذه الثمانية ليس متفق عليها كمعايير عالمية في منقال ستة أتذكرهم الحين أتذكرهم الحين عاضر ما عندي مشكلة بسيطة يعني هي تفصيلا في الدورة أتمنى أن الناصر سجل تسجل بورقة وقلم عشياء هذه لأنتفيدكم إن شاء الله القائد يقوم بدور التخطيط تحديد الاتجاه دور التغيير والإبداع دور التحفيز دور القدوة دور التدريب ودور العلاقات ودور التمكين والتفويض وأخيرا دور التدخل يعرف متى يدخل أو متى ما يدخل والتدخل هو الرابط بين القيادة والإدارة طيب إذن هذه تميطة طبعا بتفصيلها إذا حددناها كمعايير عرفنا أنا أعرف ما هي القضايا التي أدخل فيها وما هي القضايا التي أتركها لمن حول يتصرفوا فيها لأنني أريد أن أركز على القيادة لا أريد أن نشتغل بالإدارة إذن هذه معايير نسميها أدوار القائد طيب اللي ما يعرفها في النهاية سيدخل في بعض الأمور الأخرى وبالتالي سيخطئ وذلك نستطيع أن ندرب على هذه المسائل وندرب تدريب تفصيلي على هذه المسائل فالذي يدرب على القيادة ومن هنا تأتي بعض الناس يعني أعضي على فكرة بعض الناس يستصغر الدورات هذه لا صحيح أنا أقول لكم معظم الدورات ليس لها قيمة وأقول لكم شيء أكثر معظم الذي يحضرون دوراتنا ودوراتي لا يستفيدوا أنا أعرف هذا لكن دراساتنا واضحة جدا جدا أن الذين يحضروا دورات فعالة على يد مدرب فعال والمدرب فعال أنا بالنسبة لي هو الذي يحضر ويحضر ويحضر يعني يكون تعبان على ما هو قاعد يسولف من رأسك تعبان علميا نسبة الذين يتغيروا تغيروا الجذري هو أربعة بالمئة فقط وإذا وصلنا إلى درجة فاعلية غير عادية في التدريب ممكن نرفعها إلى 12% في حالتنا مقياسنا المعيار العالمي أربعة نقدرنا أن نوصل إلى 12 المعيار العالمي للتغير الجزئي هو 20% نحن قدرنا نرفعها إلى 30% طيب إذن نحن بكل أدوات التدريب المدرب العادي يستعمل أربعة أو خمس أدوات المدرب المتوسط يستعمل سبعة أو ثمانية أنا في دوراتي يستعمل 35 دورة أدات تدريبية فبكل الأدوات التدريبية وبكل خبرتنا في التدريب مع ذلك كل الطاقة المبذولة إذن إيه مع ذلك الذين يتغيروا تغير حقيقي هو 34% 34% العفور 4% 42% 32% 42% طيب 58% يحضروا دوراتي أنا أعرف أشوفكم أعرفهم ويهز رأسه ويكتب يرجع من دوعة الدورة الله ما تغير في شيء اللي قدش مني طلع مني أنا أعرف أعرف هذا بس أنا ما عندي مشكلة يعني في النهاية أنا ما أعرفها قبل ما يحضر لكن أعرفه بعد في نهاية الدورة يكون مبين لكن أنا ما يهمني يعني في النهاية غيرت 42% أما تغير جدري أو جزي بالنسبة لي هذه عالية جدا فهنا هذا الكلام دورات في الإدارة بعض الناس يا بس حشي كلام فاضي بعض الناس يستصغر هذا لا لا السؤال كيف ستتعلم تتعلم ستجرب كل شيء بنفسك ما تنتهي وقد تجرب أشياء وتستنتج نتائج وانت غلطان والدراسات حاسمة أنك غلطان زي فكيف ستتعلم العرب يقولون الحرب أولها كلام زي ونهايتها كلام على فكرة صحيح فإذن نحن في النهاية صحيح كل شغلنا كلام لكن كلام مبني على علم ومبني على خبرة حياة ومبني على تجربة العفو يعني أنا في الدورة يعني معذرة يعني معذرة بس أنا ما قادة أتكلم كتب أجنبية ترجمتها وعطيتكم إياها أنا قادة أعطيك خبرة تدريب أعداد ضخمة من الناس أنا أسست من صفر وأدرت 87 شركة ومنظمة أدرتها بنفسي ووظفت آلاف وفصلت المئات أعرف كيف أتعامل في بعض المواقف ليس كل المواقف لكن معظم المواقف نعرف هذه الخبرة نستطيع أن نعطيك إياها الآن روح أسأل نفسك كيف ستكتسبها هل تقدر تكتسبها بخبرتك الشخصية والذي تكتسبها بتجربتك في الحياة والذي تكتسبها بقراءة سوية كتب أقول لكم أنا أعرف سنويا ينزل حول الإدارة والقيادة كل سنة أكثر من 11 ألف كتاب وعن أعرف أن من بين 11 ألف كتاب سنويا ما في أكثر من 5 يستحق القراءة من 11 ألف طيب كيف ستعرفها إذا أنت ما أنت خبير ولا أنت خبيرة كيف ستعرفها فتأتي الدورات هذه إذا كانت فعلا مرتبة ترتيب صح تأتي هذه الدورات داعمة تختصر لك زمن وخبرات وتجارب وعشرات الكتب والقراءات أنا أقول لهم ما في أثمن من كتاب عميق أو دورة عميقة ما في أثمن منها لأن هنا المدرب قاعد يعطيك خلاصة علمة وخلاصة تجربته وبسعر جدا بسيط الناس قد يستغلوا بعض هذا يعني العفو طب سنين لا لا العفو يعني مع ذرا عشان بعض الناس لأننا تجيني بعض التعليقات الهزيلة أنت بيعين كلام وأشياء مثل هذه وأسوأ من هذا يأتيني من حق الناس يقولوا ما يشاء بس من حقنا أيضا أننا نجيب طيب أنا عشان أقدم دورة هذه خمسة أيام والله تحضير تسع شهور مش أقل من سبعمائة ساعة يعني تحضير لكل ساعة وقدمها هذه الدورة بالذات أنا طورتها مش أقل من عشرين مرة خلال ثلاثين سنة تطوير تطوير جذري طيب آه الآن السؤال بسيط يعني من عند الوقت يروح يعمل هذا احنا متخصصين في هذه المسألة هذا شغلنا صحيح فهذا اللي احنا قاعدنا نحاول لنوصله وبالتالي يعني خذوا الكتابة بقوة وتعلموا العلم من أهله احنا بأشياء كثيرة بفضل الله جاهلين فيها ونعترب بجهنى والإنسان المغرور هو الذي لا يعترب بجهنى لكن في هذه المسألة احنا نفهم قليلا هذا الذي نحاول أن ننشر بين الناس وننشر على مستوى الأمة ونعطيكم خلاصة هذه التجربة والعلم نعطيكم إياها بسهولة وبيسر أنا أتمنى أن أكون وصلت بعض هذا العلم في هذا اللقاء وأنا حليص أني أوصل بكل أساليب يعني التقديم والتوصيل يعني لأن في النهاية هذا دورنا هذا واجبنا تجاه أمتنا وشكرا يا أحمد على التقديم المميز وشكرا للشركة التي رتبت وشركة الإبداع التي أدارت والستيديو الكريم الذي خدمنا والقائمين المبدعين عليه والشكر أكبر لكم أنتم بدونكم ما فيه لا لقاء ولا شيء إن شاء الله تكون استفدتوا واستمتعتوا رفع عمرت إياكم الله يا أخي جزاك الله خير دكتور سامحونا على الصور تذكروا الدورة في تاريخ 13 ديسمبر إلى 17 ديسمبر في فندق ميلينيوم في الكويت اللي حاب يشترك عندنا رابط www.gulfinnovation.com في موجود حتلاين تتصلون على الرقم الموجود في الموقع وإن شاء الله تقدرون تشتركونوا معنا في دورة مهرات القيادة الحديثة للدكتور طارق سويدان في الختام نختم كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغذرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا